شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مراسم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال التعاون العسكري بين مصر وكوريا الجنوبية وعقد تدبير التصنيع المشترك للهاوتزاركي 9A1EGY مع شركة هانوال كورية الجنوبية وذلك بحضور السيد كان جينهو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية حيث وقع الفريق احمد خالد نائب وزير الدفاع قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف العام على التصنيع العسكري مذكرتي التفاهم في التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجستي ومذكرة اخرى للمبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي وذلك للتنصيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين كما وقع اللواء اركان حرب اسامة عزة رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة على عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوت زرك ايوان اي جي واي محليا بشركات ومصانع الهيئة القومية للانتاج الحربي مع شركة هانوال كوريا الجنوبية ويمثلها السيد سانجيل رئيس مجلس ادارة الشركة ونقل الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للحضور مشيرا الى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطوير في نظم التسليح العالمية لتظل القوات المسلحة دائما تحتل مكانتها المرموقة بين جيوش العالم من جانبه اعرب السيد كانجين هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية عن سعادته البالغة بالتعاون العسكري مع مصر باعتبارها قوة اقليمية كبرى متطلعا ان تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتنصيق العسكري المشترك بين البلدين والقى المهندس محمد احمد مرسي وزير الدولة للانتاج الحربي كلمة اشاد فيها بعلاقات التعاون في مجال التصنيع العسكري مع الجانب الكوري حضر مرسم التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء مجالس ادارة شركات الهيئة القومية للانتاج الحربي والشركة العربية العالمية للبصريات وسافير وملحق الدفاع لكوريا الجنوبية بالقاهرة